خفيفة فقر عرف الاتحاد الإفريقي لكورة القدم مع نهاية الموسم الماضي أحال العدد كبير من الحكام على التقاعد على غيرار، غون مازا، سيكازوي، عبيت شارف تاعنا غاساما 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 هذا أحيله على التقاعد جاءت اليوم هذا الجيل الجديد من الحكام من الجيل الجديد هذا نستثنه إلا واحد الحاكم الدولي الجزائي المصطفى غربان لأنه هذا مستوى تاعه مش مستوى تاع حكام هذو الحكام اليوم يحكموهما حكام الدرجة الثانية اللي يراهم بشرحوا للدرجة الأولى لو نجو الأخطاء التحكمية التي تفضلت بها شوف خالد ممكن نشاهدوا بعض الصور أنا اليوم هدرت على الأقل مع ثلاث حكام دوليين سابقين على ما حدث في اسمه هذا اللقاء يقولوا أنه الحكم الرئيسي عدار اللقاء بامتياز ولكن الخلل راح في غرفة واسمه لازم تعرف خالد ويعرف المشاهدين أنه في اللقاءات تعكسي فريقية للأمم أنه في غرفة واسمه يكونوا دوز عبير لفا وآفار يكونوا واسمه تنين بداية من الثمن النهائي يقولوا ثلاث حكام نظرات اللقاءات الأهمية والصعوبة تعب اليوم الأخطاء التحكمية التي وقعت في المقابلة سببها الغرفة تعالفار التنين الذين كانوا موجودين واسمه في الفا مثل ما حدث مثلا في لقاء الجزائي مع الكاميرون واسمه هنا لما الحاكم بتاع الفا ما يعيش للحاكم الرئيسي الحاكم الرئيسي ما يقوليش واسمه لللقطة لو يعيط له لو يعيط له يعود يجي هذا من جهة هل يقدر الحاكم الرئيسي يتصل بالفا لا 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 الحاكم الرئيسي ما يتصلش بالفا الفا هو اللي يخبروه ولا يقولو كاين كاين تاسلو الكاين هادف ما كاشهده مثلا ننجو واسمه اللي ضربت الجزائر واسمه بروكينا فاسم الكورة كان تمشات الحاكم حبس عيط له في الفا راح داوى هذك راح شاف واسمه اليوم حاجة واحدة اللي هي انه اليوم احنا عرانا كما يقولك الجزائر تتعرض لظلم تحكيمي كبير وهذا ما قد يؤدي الى يعني لو يكون اخفاق لقدر الله سبابه التحكيم مش اللعبين ولا كده اليوم فقط خالص انه انه لما لما انت توجد اللعبين تاعك وتعطي لهم مثلا لطاك تيك الخطأ الى اخره ويجيك واحد في اين دي سيزون يبدلها يعني اخطاء تحكيمية لعبت دورها